أكد رئيس روسي فلاديمير بوتين أن بلاده قادرة على التعامل مع الضغوط الغربية وقال بوتين خلال اجتماع حكومي لبحث الشأن الاقتصادي إن تكتيك شن حرب عابرة وسريع ضد روسيا لم ينجح روسيا تتعامل بثقة مع الضغوطات الخارجية خاصة العقوبات المالية والتكنولوجية المفروضة من قبل بعض البلدان تكتيكات الحرب الخاطفة الاقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها لم تنجح وهو أمر واضح للجميع لقد تعاملنا مع العقوبات الغربية بفعالية من خلال استهداث آليات دعم القطعات الاقتصادية رئيسية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكد رئيس الأوكراني فلاديمير زينيسكي أن المفاوضات مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد ما وصفه بالتحرير الكامل لجميع أراضي بلاده وأضافها زينيسكي أنه من الممكن في حال تحقيق ذلك إشراك دول ومؤسسات دولية بالمحادثات وفي المقابل علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيدف على عدم رابط الرئيس الأوكراني في إجراء حوار مع بلاده بأنها محاولة لتصعيد سقف المطالب الأوكرانية أكدت الرئاسة الروسية أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدفها مستبعدة سحب قوات الروسية من محطة زابوريجيا في سياق المتصل قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تشن ضربات جوية على القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف كما أعلنت مقتل نحو 250 عسكريا أوكرانيا في غارات روسية على القوات الأوكرانية في كوبانسك وإزيوم بخاركيف قال الجيش الأوكراني أنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين مساحات من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية جنوب البلاد وأضحت أن تقته باسم الجيش في جنوب أوكرانيا ناتاليا جومينوك أن قوات الأوكرانية حررت 500 كم مربع في عدد من البلدات جنوب البلاد على الرغم من مرور 200 يوم على العمليات الروسية في أوكرانيا إلا أن المعارك لا تزال مستمرة بضربات متبادلة وإعلانات عن انتصارات من الجانبين وفرار آلاف المدنيين ففيما أعلنت موسكو توجيه ضربات لأهداف في خاركيف أكدت كييف استعادة جزء من أراضيها وأعلنت أوكرانيا أن قواتها أكبرت الجنود الروسة على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد بعدما أشرت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد الواسع النطاق وشهدت صناديق ذخيرة ومعدات عسكرية مهجورة متناثرة في مناطق غادرتها القوات الروسية بحسب صور نشرها الجيش الأوكراني الرئيس الأوكراني غولوديمير زيلينيسكي أكد أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا وفي كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة مرور مئة يوم على بدء الغزو الروسي شكر زيلينيسكي القوات الأوكرانية التي حررت المئات من المدن والبلدات الأوكرانية من جهة ثانية حمل زيلينيسكي روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق أوكرانيا متهما موسكو بأنها تعمدت استهداف بنا تحتية مدنية ولم يصدر أي رد فعل رسمي روسي على المكاسب التي تحققها القوات الأوكرانية لكن خريطة لخاركيف عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية بيانت انسحابا كبيرا للجيش الروسي من هذه المنطقة السادسة مستمرة وتتابعون فيها في كلمته أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات ملك بريطانيا تشارلز الثالث يتعهد بأن يسير على نهج الملكة إليزابيث ملكة إليزابيث ملكة إليزابيث ملكة إليزابيث اشتركوا في القناة